واو انستا 360 GO الفيديو اليوم رح يكون عنها خلينا نبدأ الكواليتي اللي طالع من هاي الكاميرا جدا عالية لدرجة انه السنسور فيها ما بقدر يسجل اكثر من 15 او 30 ثانية ماكسموم هلا فيه اوبشن معين بخليه يصور لحت 5 دقائق لكن حاطين ملاحظة انه لازم يكون فيه تبريد وراها او مروحة مشان يتبرد السنسور اللي فيها لانه انت لما تحكي خمس دقائق على هاي الجودة جدا عالية السنسور بنحرق يعني بذوب ما بنقدر نحكي انه هي مين كاميرا ما بتقدر تستخدمها ككاميرا رئيسية هي ممكن نحكي بيرول لو اشي ثانوي او بالنسبة لي صراحة الاستخدامات الشخصية كل ما عماتي هي بهاينددس سينز انه انا لما اجي اشتغل بصور مع وراء الكواليس انه ايش اللي عم بصير اوني مستخدمه كنت استخدم قبلها الجو برو سيفن الانستا ثري سكستي وون اكس والانستا ثري سكستي وون ار اليوزر اكسبيلينس فيها جدا جدا سهلة الوون ار مثلا او اي كاميرا اكشين ثاني بدك تثبتها مكان اول اشي هاي اول مشكلة وثاني اشي بدك تشوف السيتنجز بعدين تكبس ريكورد وتبلش تسجل الانستا ثري سكستي جو مختلفة تماما بس عليك انه خلص صارت ثابتة الموضوع اللي فيها انه هي فيها مغناطيس جدا جدا قوي وبتتثبت مع مجموعة تكسورات بتيجي معها فمثلا الستاند هون انا بقدر اثبته في عليها لزقة هون 3M بقدر بس طلعوا بس اقربهم خلص صارت ثابتة وكثير ثابتة كثير قوية ما بتوقع نفس الاشي لما ركثت فيها وصورت فيها فيديو صعب جدا تتوقع المغناطيس جدا جدا قوي وهيكا صارت عندي انا حلت اصعب مشكلتين اللي هي التحذير للفيديو والحجم والوزن هاي حبيا هاي مرات بتنساها يعني انا لو اجي اركبها هون في واحدة من الاكسورات اللي بتيجي معها اللي هي قلادة مغناطيسية بس اركبها انا بنساها صراحة يعني اتوقع اني راح اكمل الفيديو كامل وانا ناسينها هي موجودة معي الحافظة اللي بتيجي فيها خرافية ونفس الاشي بشكل مغناطيسي بتثبت واو خرافي وتسكر عليها تقريبا زي محفظة الجالاكسي بودز عندي يعني يمكن الحجم منحكي اكبر ممكن الضعف او النص بس ممكن احطه بجيبتي ونساها اللي بستخدم الايفون فيها مدخل الايفون جاهز واذا انت معكش ايفون في بيجي معها سيلك مدخله الاول القديم ممكن نحكي الماكرو يو اس بي اللي هو مدخل السامسونج القديم والطرف ثاني تايب سي هلا انا تليفوني تايب سي فبقدر اشبكها بالكاميرا واول ما اشبكها بيشتغل التطبيق الانستا ثري سكستي جو فبفتح التطبيق الانستا ثري سكستي جو لحاله بعمل نسخ للفيديوز من مموري الكاميرا للتليفون وبعد هيك بشطبهم الكاميرا هذا الابشن انا مفعله انه يشطب كل اشي بعد ما ينقله وخلصت الموضوع وفورا من التليفون بقدر احدد اعدل كثير على الفيديو بقدر اخليه طولي تسعة بستعش لالستوريز او نفس الفيديو احاوله لستعش بتسعة بالعرض ممكن لليوتيوب هسا اذا بدأ اصور فيه الاخره نحكي هلا عن الاكسسورات اللي بتيجي بالكارتوني الكارتوني رح يجي فيها الحاضنة واللي هي بنفس الوقت بتشتغل كباوربانك للكاميرا كبروتكتف كيس كحامي الها للكاميرا كمان القاعدة وهاي القاعدة بتتلزق وكمان الها برغي اللي هو ربع انش هذا البرغي الربع انش الستاندرد لكل الكاميرات لأي شي ممكن تستخدمه بس انا بهمني انه القاعدة اللي هون المغناطيسية واللي الها بولهيد بحركة ثمين ستين درجة كمان ما تخلها اللي هو ربع انش فهاي بتركب على اي ترايبود على اي ستاند يونيفيرسل ممكن تتركب عليه وتثبتها وخلص صراحة انا منه علي ما استخدمتها كثير انا اكثر استخدامي القاعدة بتلاقيها موجودة وانتبهوا مكتوب ملاحظة ان الجزء السكني منها اللي غري لازم يكون باتجاه جسمك فانت بدك تثبتها بهذا الشكل وعليها انا لما امشي او اكون بأي مكان تقدر توسحها ضيقها براحتك انا بصد اوسحها شوي وين ما اروح بص بثبت الكاميرا خلص صارت جاهزة بكفس كبسة وتبلش تصوير فهاي الاكسيسور انا كثير بص تخدمها واحدة من الاكسيسورات اللي بتيجي معها اللي هي ملقط نظارة بقدر اشيل عدسات هاللنسيز نظارة هايكينج وركبت عليها الملقط اجي بالضبط فانا بقدر اصور بيهاند السينز وانا باشتغل مثلا هذا الفيديو البس النظارة بس المغناطيس يتركب خلص صارت جاهزة فبقدر اكبس بس هون اشد عليها من هاي الجهة وهي بلشت ريكوردنج فبقدر اشتغل اعمل اللي بدي اياه مثلا اشوف بيهاند السينز اشتغل اي اشي مثلا وخلص بان ساعة كانها نظارة حرفيا انا هلا ممكن اتركع راسي واكمل شغل طبيعي فهي كمان واحدة من افضل مواصفات اللي هي سهولة الاستخدام والتشغيل نحتي انه خلص بركبها وصارت شغالة هي كبسة واحدة اللي فيها منها بتشغل الابشنز اللي فيها فمثلا اذا هي طافية وكبست كبسة بتبلش تصور فيديو عادي 15 او 30 ثاني انت بتحدد من الابليكيشن وهي شغالة اذا كبسة تاخذ صورة اذا كرست كبستين بتصور فيديو واذا كرست ثلاث كبسات بتاخذ هايبرلابس طبعا كلهم هاي الابشنز تقدر تغيرهم عن طريق التطويق اللي بيجي على التليفون عادعا هيك في هاي اللزقة او المغناطيس بيجي معها لزقة لزقت على التليفون على اي سطح واللي بحبه انا باشق تفكير هاي الشركة صراحة انه كاتبين ملاحظة انه اذا شفت هاي اللاسق بطل يلزق معك بس اخسلوا ممي وبتقدر ترجع تستخدمه اللي معاها كاميرات الجو برو بعرف انه اذا استخدم القاعدة اللي محها اللاسق لثري ام اذا شالها فلص خربت بقدرش ترجع تستخدمها بتغير الدبل فيس اللي عليها بس هونه فكروا بهذا الاشي حتى كاتبين لك انه خلي الليبل هذا موجود مشان تحمي اللزقة من هون وكمان موجود على القاعدة المدورة انا بالنسبة ليه تفكيرهم رائع بكل احوال هان هي بس سكرة بسيطة عن الانستا 360 go اتوقع مهم جدا لكل شخص بده يصور مع وراء الكابلية او للترحال بصراحة للترحال خرافية جربت المايك فيها المايك فيها رائع ممكن هلا نعمل تست بالستوديو مشان تقارنوا بين المايك الكاميرا البروفيشنال وبين المايك تاح الانستا 360 go هذا التست للمايك اللي موجود عليها بدون اي عوازل او ضجة حواليه بوقع هيك كان كافي من الفيديو شكرا لشركة اعطوني هاي الكاميرا اجربها ومش بسيك انا خلص يعني قلت له ما راح ترجع بجشتريها صراحة الكاميرا بالنسبة لي هي تحفة للتأكيد حبابي هاي الكاميرا بتصور ماكسموم 15 ثانية 30 ثانية ودقيقة ممكن تصور 5 دقائق لكن بتفعيل option انه بسمح لك تصور لحت 5 دقائق بس ما اتوقع انه هاي الكاميرا صنعت لهذا الاشي مش هدفها انه تصور 5 دقائق هاي مش كاميرا تفلوغين مش مين كاميرا فانتبهوا الها لانه على الخمس دقائق اتوقع انها تحمى كثير وصراحة مش مهتم اني اجرب هذا ال option يعني ما عمري حتشت ان اصور 5 دقائق حتى على كاميرات ال action عمرها ما صارت ان اصور 5 دقائق الكبير اصور هايبرلابس بالساعات عادي او تايملاب راح يكون كمان في شرح تفصيل عن الابليكيشن تاحهم الانستا 360 One Go والانستا 360 One R بفيديو قادم سعرها 190 دينار بالاردن واصلة تقريبا لعنج بتقدروا تدخلوا على متجر يو كام على الفيسبوك وتلاقوها عندهم اسمها انستا 360 Go واذا عندك هاي السلة حبابي بتقدروا تبعثوا لي على الفيسبوك ليو دوت حمان يعطيكو العافية قرب بالت içinde من مشهرا لدينا أية اندي بالت亞ط Hawaii حمان حقا حمام حقا حقا شكرا